السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي في مادة التربية الإسلامية درسنا لليوم في المجال الرابع الفقه الإسلامي عنوان الدرس الصلوات المكتوبة والسنن والرواتب الجزء الأول أهداف الدرس الهدف الأول أن يذكر فضل الصلاة الهدف الثاني أن يعدد الصلوات المكتوبة الهدف الثالث أن يذكر أثر الصلاة في تنظيم الأوقات هل تتذكرون يا صغاري حديث أحب الأعمال إلى الله؟ فقد درسناه في الفصل الأول أحسنت هو حديث بن مسعود رضي الله عنه عن بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها فهي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل لنتعرف معا على فضل الصلاة فهي أفضل العبادات وهي أول أركان الإسلام بعد الشهادتين والمحافظة عليها دليل على الإيمان وقد قال نبينا محمد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها؟ فقد كفر هذا دليل على أهمية الصلاة في دين الإسلام فهي أول ركن بعد الشهادتين فضائل الأعمال من يذكر منكم يا صغاري؟ الأعمال التي يحبها الله من خلال حديث بن مسعود رضي الله عنه أحسنت الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد بارك الله فيك لماذا كانت الصلاة من أحب الأعمال إلى الله؟ لماذا؟ لأنها أحسنت الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين لنتعلم معا الصلوات المكتوبة هي الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على كل مسلم في اليوم والليلة هي الصلوات الخمس التي فرضها الله تعالى على كل مسلم في اليوم والليلة وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء خمس صلوات كتبها الله علينا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إثرى عن عبادة بن الصامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له بعد أن تعرفنا على الصلوات الخمس لنتعرف على عدد ركعاتها صلاة الفجر وعدد ركعاتها ركعتان صلاة الفجر ركعتان صلاة الظهر أربع ركعات صلاة الفجر مرة أخرى ركعتان صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات لنعد مرة أخرى صلاة الفجر ركعتان صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات صلاة الفجر ركعتان صلاة الفجر ركعتان صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات وآخر الصلوات الخمس صلاة العشاء وعدد ركعاتها أربع ركعات نعد مرة أخرى صلاة الفجر ركعتان صلاة الظهر أربع ركعات صلاة العصر أربع ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات صلاة العشاء أربع ركعات من يفكر معي ويجيب؟ هيا لنبدأ السؤال الأول كم عدد الصلوات المكتوبة؟ أحسنت خمس صلوات في اليوم والليلة السؤال الثاني كم عدد الركعات لكل صلاة من الصلوات المكتوبة؟ أولا صلاة الفجر كم عدد ركعاتها؟ أحسنت ركعتان بارك الله فيك الصلاة الثانية صلاة الظهر كم عدد ركعاتها؟ أحسنت أربع ركعات بارك الله فيكم الصلاة الثالثة صلاة العصر كم عدد ركعاتها؟ أحسنت أيضاً أربع ركعات الصلاة الرابعة صلاة المغرب كم عدد ركعاتها؟ أحسنت ثلاث ركعات والصلاة الخامسة صلاة العشاء كم عدد ركعاتها؟ أحسنتم أربع ركعات بارك الله فيكم لنرتب معان الصلوات المفروضة حسب أوقاتها ما رقم الصلاة الأولى؟ ما رقمها؟ رقم واحد أي صلاة؟ أحسنتم صلاة الفجر ورقم اثنان أي صلاة؟ أحسنتم صلاة الظهر وثالث رقم الصلاة الثالثة أحسنتم صلاة العصر والصلاة الرابعة أحسنتم صلاة المغرب والصلاة الخامسة أحسنتم صلاة العشاء لو سألتكم يا طلابي ما أثر الصلاة في تنظيم الوقت؟ كيف تنظم الصلوات أوقاتنا؟ أولاً نستيقظ مبكراً حتى نصلي الفجر ثم نذهب إلى المدرسة وبعدها نصلي صلاة الظهر ثم نعود مرة أخرى إلى المنزل ونتراول وجبة الغداء ثم نصلي صلاة العصر ثم أجلس مع والدي وبعدها أصلي صلاة المغرب وبعدها أستذكر دروسي ثم أصلي صلاة العشاء وأنام حتى أبدأ يوم جديد هل رأيتم كيف تنظم وقتنا مع الصلاة؟ فلابد لنا أن نطبق في حياتنا الصلوات في أوقاتها حتى ينتظم لدينا اليوم بأكمله فأحرص على أداء الصلاة في أوقاتها وأحرص على أداء السنن الرواتب وأنصح زملائي بأداء الصلاة في المسجد نفتح الكتاب المدرسي على الصفحة 117 والنجب على السؤال الأول أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ واحد فرض الله علينا خمس صلوات كل يوم وليلة هل الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم العبارة صحيحة بارك الله فيكم اثنان لا توجد صلوات غير الخمس المكتوبة هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم الإجابة خاطئة ثلاثة الصلوات في وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى هل العبارة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم العبارة صحيحة بارك الله فيكم شكرا لانتباهكم ولا تنسوا يا صغاري استذكار الدرس أراكم في الجزء الثاني أستودعكم الله أحسنتم العبارة صحيحة أم خاطئة؟